يوم في حياتي ايام ما كنت امرأة زفت عاملة هالوز ايه الموضوع ابتدى يوم ما شوحت بيدي كده وقلت كله اللي كاريري او انا تعلمت ده كله وقال لي صرفوا علي ده كله حشان بعدين اقف في البيت وروح السترونج اند مند اند شعللك جوايا في الاول الحمس لانوخدني وكت بشيك وبس عب استحمى قبل منزل الشغل كت رايقة في الاول وفوق كل ده انا كت فعلا شطرة بس للاسف كل ده ما كانش في صالحي نهائي الشغل زاد علي جدا اللود السترس البهدلة التعاوير الكدمات عدد الساعات زادت في الشغل بقيت بشتغل من سبعة الصبح لحد الساعة سبعة وثمانية بالليل من الشغل الذي خلتني اعمل في نفسي قوي واعمل في الفيديوهات واعمل في حالاتي وكل ده عشان خاطر الفين تلاتة في الشهر ومعاهم رشة من الاكسبيريينس وتعلم تنظيم الوقت بس خلاص لي فيا كده انا مش هقدر ان انا كل يوم اصحى لاي منظري بهذا منظر العفش محتاجة يعني اقل لواردي بهتمي بنفسي شوية ما بقتش بهتمي بيا خالص والاهتمامي ويتطلبش وعلشان اصلح ما تم افساده كان لازم اعتزل ما يؤذيني وارجع مارس حياتي طبيعية من تاني زي اي بني ادمع طلع في هذا الكوكب العين اصحى تاني ريئة ارجع واعمل الروتين الصباحي والمسائي اللي عبارة عن خمستاشر الف قطوة وارجع كيكا بقى مسكتك وحركاتك ودشي اخد له بتاع 6-7-8 ساعات وماله حرفيا كنت بعمل اعادة ضبط مصنع لنفسي وما تقلقيش هنزلل بتفاصيل كل ده لان انت يعيني غالبانا لسه خرجة من الامتحانات واكيدة تحتاج اعادة ضبط مصنع انت كمان اصبر علي والاهم من ده كله ان زي ايام زمان بدأت تشيك واتقنتك علشان اخدني في ديت واخد معايا كتاب وعد كده مع نفسي ادلعها وعزمها على حاجة حلوة واقرأ في الكتاب ده قدت بابقى متشيكة لدرجة ان ماما لو مكادش واسرة فيها كانت ممكن تقول البت دي راح اتقابل وجبت برضو الاخوية وانا امرواحة كده حاجة حلوة يعني نفرح حلوات بما اني بقى لي كتير ما فرحتوش واخيرا وليس اخيرا حابة اشكرني جدا لان انا كنت فعلا استحملت حالة كتير جدا وحشة وضغط مش طبيعي سواء في الشغل او برا الشغل وبالرغم من ذلك انا بينت قدية انا قدت قوية وشكرا للشغل لان هو عرفني قدية انا فعلا قوية وبالعكس دي انا بقيت اقوى واجرأ وبقيت بعرف ان انا اخد حقي بايدي ودي حاجة انا عمري ما قدت اتخيل ان انا ممكن اعملها صحيح كان انا اربع شهور والاربع شهور او المدة الصغيرة دي خلت ناس كتير تقول ان دي مش انا وان انا اتغيرت كتير عن زمان وان مش دي مارينا اللي انا عرفها سمعت الجملة دي كتير قوي بس اام فحاول ارجع مارينا بتاعت زمان بشخصية مارينا الجديدة مارينا الباسكوتاية الحلوة ومدمة خفيف اللي روحها بتعرف اي حد بس في نفس الوقت قوية ومحدش هو فوستها وأضرع حرفيا على اي حاجة فخرى بنفسي وبالله انا وصلت ارض الوقت والحمد لله انا طلعة كذبانا صايبة صيرة حلوة وكسبت ناس في منتهى الجمال وأسفة ان انا اصرت في حقك بس المهم إني أخيرا رجعتها في قدام الكاميرا تاني شكرا أميك من ستميش باي